عقدت اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإرادات الحكومية عقدت اجتماعها ظهر اليوم مع ممثل الحكومة الموقرة برئاسة النائب عادل العسومي وخلال الاجتماع قدم وزير الطاقة الدكتور عبد الحسين بن علي مرزا عرضا بشأن خطة إعادة توجيه الدعم للكهرباء والماء حيث أبدى النواب ارتياحهم لما ستقوم به الحكومة من إجراءات في هذا الصدد تحفظ للمواطن البحريني حقه في الحصول على خدمة الكهرباء والماء بالتعريفة المعمول بها حاليا اجتماع إيجابي هكذا وصفت اللجنة البرلمانية لمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الإرادات الحكومية اجتماعها مع ممثلي الحكومة بشأن رفع الدعم عن الكهرباء والماء بعد ثلاث ساعات متواصلة من المناقشات والمدولات الاجتماع كان إيجابي وموافق وفي تبادل آراء وإحنا خذنا بكثير من اختراحات لجنة النواب وأدخلناها في التعديلات في التعرفة الحكومة أكدت أن المواطنة على رأس أولوياتها وأنه لن يلمس تأثرا ملحوظا فيما يخص رفع الدعم عن الكهرباء والماء حكومة قدمت الرد على كل ما طرحناه من الملاحظات وبعض المطالبات التي تخص المواطنين كان هامنا وبيظل هامنا أننا نحمي المواطنين من أي زيادة عليهم والحمد لله الملاحظات التي كنا في السابق قدمناها تم الأخذ بها من قبل مزارة الطاقة إضافة إلى أننا نسعى لتعمين عدم تضرر الغطاعات الأضعف في الغطاعات التجارة وهي الغطاعات الصغيرة المتوسطة جدير ذكره أنه من المتوقع أن تزيل جلسة مجلس الوزراء الاثنين المقبل استتار عن تفاصيل رفع الدعم عن الكهرباء والماء وسط تأكيدات حكومية نيابية بأن المواطنة لن يتأثر بتلك القرارات سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين